الحظ مع تيتان الغواصة التي وحدت أنظار العالم إلى أعماق شمال المحيط الأطلسي يشبه الحظ تماماً مع سفينة تيتانيك التي راح ضحية غرقها أكثر من 1500 شخص الغواصة تيتان تحمل خمسة أشخاص وهم رجل الأعمال البريطاني هامش هاردينغ ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شهزادا داود وابنه سليمان والمستكشف الفرنسي بول هنري نارغولي والرئيس التنفيذي لشركة أوشينغيت المالكة للغواصة وهو ستيكتون راش بسعر ربع مليون دولار للتذكرة الواحدة تيتان التي غاصت في رحلة استكشافية لحطام تيتانيك على أعماق نحو 4000 متر يبلغ طولها قرابة 7 أمتار يقارب الإكسجين المخصص فيها للحياة على النفاذ والذي يكفي ل96 ساعة فقط قطعت الاتصالات يوم الأحد بعد ساعات من غوصها إلا أن تحليل الخبراء تضارب بين معيدا للضغط الكبير في أعماق المحيط والذي تسبب بقطع اتصالاتها وبينما يرجح نظرية عطل فني في العام الماضي غاصت تيتان وعلى متنها أشخاص من بينهم اليوتيوبر المكسيكي آلان إيسترادا لكنه كشف عن انقطاع الاتصالات أثناء عمق ألف متر من الرحلة ما دفع الطاقم لإنهاء المهمة أنذاك وهو ما يرجح توقعات عدم كفاءة الغواصة على تحمل الضغط في أعماق المحيط وبينما تستمر قوات خفر السواحل الأمريكية وسلاح الجو الملكي الكندي بالبحث عن تيتان فإن مصيرها يضفي طابع المجهول على ما يحدث في الأعماق أو ما سيحدث في قادم الأيام ترجمة نانسي قنقر